السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. النهاردة هنعمل مع بعض مسك الوجه. المسك ده هيعمل على تفتيح البشرة وهيديها النظر اللازم. انا المسك ده جربته مجربة كتير قبل كده ومشاء الله النتيجة بتاعته مبهرة جدا بتاخدي نتيجة على طول مش ان انت هتحتاج انك تستني مسلا فترة على ما يديك النتيجة. لا. النتيجة بتبقى ملحوظة من اول مرة ومش بتحتاج اللي انت تعمليه كل يوم يعني مرة في الاسبوع بس بتكفي. المسك ده هنعمله بالخميرة البيرة العادية بتاعتنا. وهنعمله كمان بعصير اللمون. اه الله من صلى الله سيدنا محمد. وبمية الورد. بس ثلاث مكونات بس. اللي هو الخميرة. تمام اها. وده عصير لمونة كبيرة. تمام. وده شوية مية ورد. تمام. مية الورد. اه مية الورد على فكرة مفيدة جدا للبشرة. والخميرة كمان فيها فيتامين بي واحد وبي اتنين. اه تمام. اه وطبعا اللي مش عارف فوادي الخميرة. الخميرة فها معادن كتير. وفها فوسفور وحديد. اه وفها حمض الفوليك. فها بجد. وفيها فيتامينات حلوة كتير. الخميرة على فكرة مفيدة. وله هتشربيها على ريء النوم كمان. فها فوية حلوة كتير. هنتتكلم عنها ان شاء الله وإذن الله في الفيديو وبعد كده. تمام. اه وهي كمان مفيدة جدا للبشرة. اه بتعمل على تفتيح ونضرة البشرة. تمام. اه اللمون كمان بيعمل على تفتيح البشرة. انتي حتى لو انتي كمان مسلا بعصرة لمون او كده. اه القشر بتاعه نفسه ما ترمهوش. انتي ممكن اه بجد القشر بتاع اللمون ده كنز. كنز بجد معاك. انتي ابسط حاجة انك تمسك القشر بعد ما عصرتي طبعا. تمسكي تدعاك بي ايديكي. اه بيفتح كده كده لقيت وبيديلها نظرة حلوة. تمام. فاللمون بجد فوية وحلوة برضو كتير. وكمان اللمون بيتخلص من حب الشباب. مش هكتر معاكو في الكلام كتير. وتعالوا نبدأ ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة هنجيب الخميرة. تمام. وهنحط عليها عصير اللمونة. لو ما صلى على سيدنا محمد. وهنحط عليها ميت الورد. لو احتاجت بقى زود كمان شوية ميت ورد. محتاجتش خلاص. هقلبها حلو. هقلب المكونات حلو مع بعضها. عايزة الخميرة بس ايه تدوب كده. تمام. الفكرة احنا زودنا ميت ورد. هزود كمان قطعة خميرة بس كده عزاها تدقل شوية. معي هنا خميرة احتياطي. تمام. اه. عزاها بس تكون ايه تقيلة شوية عشان التعرق تمسك على البشرة. هزود كده قوامها حلوة. كده قوامها حلوة. تمام. كده بقى اه جاهزة تتهنيها على وشك. تمام. قبل ما تحط المسك ده على وشك. تخسلي وشك حلوة قوي بالصابونة. تمام. وبمية دافية. يعني تنظف البشرة بتحتك الاول بالصابونة وبمية دافية. تمام. اه يستحسن كمان انك تعملي اه بخار اه لوشك. انك تفتحي المسام بتاعت اه لوشك قبل ما تحطي اي ماسك. تمام. علشان اه الله ما صلى سيدنا محمد. اه وشك يشرب كده من المسك طالما هو ماسك طبيعي وفي فوائد. فده هيكون احسن لكي علشان ايه اه البشرة بتاعتك تشرب من المسك تشرب بتاخد من الفوائد بتاعت المسك. تمام وتاخدي نتيجة احسن. كده المسك جاهز اللي انت تحطيه على وشك ما تحطوش بقى على وشك لما لما تخسلي اه وشك كويس قوي بالصابون وتنظفيه. اه وبعدين كده تخسليه بمية دافية. تمام? او انك تحطي اه حلة كده على النار. تحطي فيها شوية مية يغلو. وتعرضي وشك بقى البخار بتاع المية اللي بيطلع من المية دي فيقوم البخار يعمل اي فتح المسام اه بتاعت اه وشك طبعا بعد ما تكون غسلت وشك ونظفتيه اه حلو قوي. اه لما يفتح المسام تيجي بعد كده تحط المسك بقى يجيب نتيجة حلوة او معاك. تمام? فده اه افضل نتيجة لاي مسك طبيعي عشان تاخدي منه النتيجة الكويسة او تاخدي منه افضل نتيجة انك تعملي البخار المية ده ان انت اتعرضي وشك لبخار المية اه بحس يفتح المسام بتاعت البشرة بتاعتك فيقوم ايه يستفيد اكتر من المسك ده ويقوم يجيب نتيجة كويسة معاك. فابسط الحلول انك ممكن تخسلي وشك وتنظفيه قوي وتخسليه بمية كده دافية. تمام? وتحط المسك على طول. هتفردي بقى المسك على وشك كله معادة طبعا العين. تمام? وهسيبيه كده على آآ على وشك حوالي مسلا عشرة ربع ساعة آآ عشرة داية ربع ساعة آآ اللهم بكده نشف. آآ تمام? هتدوس تلاقي كده ايه المسك نشف على وشك كده خالص. معادش فيه رطوبة. فتبتدي اللي انت بقى تفرقيه. آآ الله ما صلى الله عليه وسلم محمد تفرقيه كده بحرقة دائرية. وتشيليه بقى وتخسلي وشك بمية دافية برضو. تمام? آآ بجد كده بقى هتغطي احلى نتيجة. تمام? فانت اتبع الخطوات اللي بقى قولك عليها. وان شاء الله باذن الله المسك هجيب معاك نتيجة كويسة جدا. وهتفرق من اول مرة. هتحس كده بتحسن ملحوظ. جربي تعمل المسك ده كل مسلا تلات اربعة ايام او كل اسبوع مرة. انت ما تعملهوش كل يوم. لأ مسلا كل اربعة ايام كل اسبوع. آآ هيجيب نتيجة حلوة او معاكي. تمام? وان شاء الله باذن الله هتحس بتحسن ملحوظ ومن اول مرة ان شاء الله باذن الله. آآ باذن الله هعمل لكو وصفات برضو كتير حلوة. هعمل لكو مسكات آآ الله ما صار سيدة محمد انتو لو انتو كمان مهتمين بالمسكات والحاجات دي. وليولي في التعليقات وان شاء الله باذن الله هعمل لكو كل انت عايزينه. تمام? بصوا بقى هو ده القوام المناسب بتاع المسك. تمام? عايزة تقلي شوية عن كده تقليه بس ده قوام المناسب. حلوة هوت قيل. تمام? انا بعمله بالطريقة دي وبعمله بالقوام ده. بيبقى حلو معي. تمام? ان عجبك بقى الوسط تحت النهاردة. اشترك معي في القناة. لو انت اول مرة بتشوفيني من خلال الفيديو. انزلي تحت الفيديو هتلاقي كلمة اشتراك موجودة باللون الاحمر. اضغطي عليها. هيزهر لك الجرس. اضغطي عليه. هيزهر لك 3 اختيارات. اختاري الكل. علشان آآ يوصلي كل الفيديوهاتي الجديدة والمميزة بازن الله. وطبعا قبل ده كله اضغط لايك عشان تشجعوني انا ازلكو وصفات جديدة ومميزة. ان شاء الله بازن الله. وشعرنا الجاي افضل والمصداقية قبل كل شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.